تعالوا بقى نروح للاستهدادات طبعا وتأمين مباراة القمة زي ما حضرتكو عارفين مهم جدا نحن عارفين التفاصيل وعلى سيادة العقيد محمود القادم هو مسؤول عمليات المجموعة الافريقية لتأمين القمة يا سيادة العميد صباح الفل عفوا سيادة العقيد صباح الفل على حضرتك يا سيدة نهواند صباح الفل على حضرتك وعلى سيدة المشاهدين طبعا يعني حتبقى بكرة حدث يعني كبير جدا وأكيد محتاجين أن احنا نعرف تفاصيل من حضرتك عن موعيد هنا فتح الأبواب ليه طبعا الاستعداد فكرة برضو الأبواب المخصصة ليه جماهير الأهلي والزمالك والإعلاميين طب لو فيه محاذير كمان تم وضعها للجماهير نعرفها من حضرتك الأجهزة الحديثة للتفتيش برضو على البوابات لو حضرتك تطلعنا عليها تفضل فان تمام طبعا إحنا حضرتك عندنا معاية بكرة مع نهائي كاس مصر دي أقدم وأعرك بطولة في الشرق الأوسط في كرة القدم ودي المباراة رقم خمسة للمجموعة الإفريقية اللي بتأمن فيها المباراة القمة للأهلي والزمالك احنا سابق أن احنا أمننا المجموعة الإفريقية أمنت أربع مباريات سابقة للأهلي والزمالك دي المباراة رقم خمسة ان شاء الله المباراة بكرة في أستاذ القاهرة في تمام الساعة التاسعة بداية المباراة أكد على السادة المشاهدين أبواب الدخول المخصصة للجماهير نحن عندنا الباب الرئيسي للأستاذ باب آل رجدان هذا مخصص لدخول جماهير النادي الأهلي اللي هتدخل منه وهتتوجه من داخل الأستاذ إلى المدرج الدرجة الثالثة شمال من خلال بوابات التيرنستايل الموجودة على باب صلاح سالم يعني هندخل من باب آل رجدان هيبقى فيه تيوب معمول داخل الأستاذ الجماهير بتمشي من خلاله لحد ما تقصل إلى البوابات اللي هتدخلها إلى مدرج الدرجة الثالثة شمال بالنسبة للجماهير الزمالك هيدخلوا من بواب الطريق النصر اللي هي مؤدية مباشرة إلى مدرج الدرجة الثالثة إيمين بالنسبة للسادة الضيوف اللي هيتواجدوا في المقصورة فمخصص ليهم باب آل رجدان لدخول المخصص ليهم الدخول بالسيارات هيتوجهوا بالسيارات لأماكن البارك المخصصة ليهم ثم هيتوجهوا إلى الباب الرئيسي للمقصورة عندنا الباب بالدخول اللاعبين والحكام الباب المطلع على نادي الصهور وده باب بيبقى منفاصل تماما بعيد عن مصار الجماهير بالنسبة حضرتك لفتح البوابات عندنا البوابات الرئيسية للسادة تفتح اعتباره من الساعة خمسة وإن شاء الله تمام الغلق قبل بداية المباراة تمام تمام من الساعة خمسة توقيت مناسب برضو إلى حد كبير توقيت كبير لجميع الزملاء والسادة المشاهدين والحضور أنه يتواجد ويوزع توقيته ما بين خمسة لحد الساعة تمانية ونص إن شاء الله يكون فيه ثلاثة ويسر فيه الدخول طبعا إحنا عملنا الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال الجماهير فيه على البوابات البوابات الإلكترونية الخاصة بالتفتيش والهند مثل الخاصر الكشف على المعادن فيه عناصر نسائية متواجدة لمساعدة إخواتنا الستات والبنات اللي هايقوا يبقى متواجدين في المباراة إن شاء الله يعني اليوم يبقى عرص رياضي وما يبقاش فيه أي حاجة تعكر الصف والأمور تمشي طبيعية زي المباراة السابقة إن شاء الله هتمشي بإذن الله ده اللي احنا نعرفه طرعا عن جماهير مصرية نقدر نتكلم على المحذورات آه تفضل طيب إحنا موضوع المحذورات طبعا إحنا مش يعني هي مش قايمة ثابتة أو حاجة إحنا وصلنا الحمد لله لدرجة عالية جدا من الوعي لدى الجماهير من خلال المباراة السابقة وطبعا كان يعني مباراة الأهلي والزمالك في استاد السلام كانت صورة رائعة في الروح المعنوية الروح الرياضية من الجماهير وما فيش أي يعني حاجة حصلت من الجماهير تقول إن فيه مثلا محذورات أو حاجة ولكن إحنا بنأكد على مسامع المشاهدين إن كل حاجة هتضر بالنفس أو بالغير هي ممنوعة وبأكد على الشعلات اللي هي الشماريخ أي حاجة تسبب إشعال نيران زي الولعات أو الكابريت أي حاجة أداة حد أو عصاء أو حاجة تسبب جرح أو إصابة لأخرين كل دي ممنوعة المعلبات اللي هي مغلقة البوتتز المغلقة اللي ممكن إلقائها أو سقطها سهوا من أحد المشجعين يجي في دماغ حد من زميله اللي هم نفس المدرج أو حد من اللي في أرض الملعب يؤدي الإصابة برضو الحاجات دي ممنوعة بالإضافة إلى الحاجات الدعائية اللي ممكن تكون موسيقى سواء كانت حاجة سياسية أو حاجة إعلانية أي لفتة موسيقى لأي حد هتبقى طبعا ممنوعة طيب والليزر برضو أستاذ العقيد طبعا إلام الليزر طبعا يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي ممكن ما تسببش أزايا للجماهير ولكن دي بتسبب أزايا لللاعبين وبتؤثر وبتشوش على سير المباراة داخل الملعب فطبعا دي ممنوعة والحمد لله إحنا برضو بقول لحضرتك أن المطش اللي فات في السلام ما كانش فيه ألم ليزر واحد في المدرجات كويس جدا هو الوعي فعلا موجود أصبح بشكل كمير جدا بين الجماهير أنا من خلال قناة حضرتك ومن خلال جمهور حضرتك أنا بأكد على أن نجاح التأمين ونجاح التنظيم بيبقى منصب على التعاون وتفاهم السادة الحضور يعني مهما نحط من لوائح منظمة ومن قوانين للتأمين وما فيهش استجابة أو ما فيهش تعاون من الجماهير ده بيؤثر بالسلبة إنه بقى النجاح كله في المطشاط اللي فاتت كان نصيب الأسد منه أو يعني مشترك فيه يعني تفاهم الجماهير وتعاونهم معنا في النوم ينجح وده بيعود بالنفع عليهم يعني حضرتك لو رجعنا سنتين وراء ما كانش فيه جماهير ابتدنا نبدأ بألف وألف وبعد كده هنزيد ألفين ونص وألفين ونص لحد ما إن شاء الله نوصل تدريجيا إن الاستاذيب أمليان الجمهور اللي هو جمهور الخورة اللي الناس بتنادي به بالزبط نأمل ذلك كمان في القريب يعني إن شاء الله سيادة العقيدة شكرا جدا كل توفيق ليكم بإذن الله نشوف سورة حضرية جميلة ونشوف مطش حلو بإذن الله